ده كلام يا جماعة إحنا لابن عردو طبعا شيء يدعو لزاهو والفخر ويرسخ ويعزز علاقات الاحترام والمواد دلينا مع الأشقاء العرب إخواتنا في تونس والمغرب والجزائر وكل الدول العربية لكن كمان علشان جمهور الآلي يبقى شايف أسباب تفوقه وكيف يراه المنافسون لأنه حتى المزيع كمال دقيش هو بيقوله سم تقاليد بتخلي الفريق ما يهبط إيده يعني مستوى ما يقلش خالص يقوله ما تقوليش أن هذه التاتجيات القياسية اللي الآلي بيعملها لماذا الأهلي وليس الزمالك أو المزنبي أو التراجي أو الوداد أو الرجاء تمت حاجة عند الأهلي الأهلي عنده حاجة معينة هي إيه فبيجاوله الأستاذ القرفانة بيقوله الحاجة اللي عند الأهلي هي روح الفن الله الحمراء أهله ما بيسلموهش جمهور الآلي في كل وقت عنده ثقة أن الفرقيه وفي أي وقت هيكسب بيفضل مسانده لآخر ثواني لا يستسلم وأبدا ما بيرمش الفوطة بيقوله جمهور الرجاء فريقها رايح وماشي لكنها عارفة أنه في أي وقت ممكن يسجل أن الأهلي ممكن يسجل يعني حتى المنافسين بقوا مدركين لده بيلعبوك وهم عندهم إحساس أن أنت في أي وقت لو بقي ثواني هتسجل دي الروح اللي لازما لعبت الأهل تحافظ عليهم بس طبعا أنا أساس إبراهيم لأي أنا بلمس قسوة ما هو مش معنى كده لازم تتحقق في كل مرة ما فيش دمانة ما تعملنيش بقى أنا كنت جاتي دي ع تسعين هو ما جيبش جوت إحنا بنتكلم في ظاهرة في قوة السعي لكن ما بنتكلمش إن دي قانون أيها فمن فضلك ما تاخدش أسباب تمييزي تحاربني بيها وخصوصا جماهير الأهلي ما تضغطش عليها بأسباب تمييزي بس طيب حسام الحاج علي بقى التونسي في راديو الـ IFM التونسية شايف الأهلي قيمتوا إيه تعاود حسام الحاج علي على أهلي المصري إنه مثلا في تشامبيزي تلقاها من لول فريق مهوش شدد روحه بالقدار في الدورة التاميدي في الدورة التاميدي قدش من مرة يلقى صعوبات ويتأهل دراكلات الجزاء وقولوا لأهلي سنايا حكيت وفيرا وغزر تراشح بيناتية في الأخير يزت يترمي ماذا تفسيرك لي إييييييي كما قول أنت تقاليد في اللي جانبتهم معناها بالتجربة متاعي معناها عشرت معناها أبو تريكا والجمعة معناها نحكيه ديما نحكيه على الموضوع يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك ملي تدخل ريتك مثلا ديما منحبش المقارنية كما تقول ريال مدريد في أوروبا كي تدخل انت للنادي ما سميش معناها ما عندكش فكرة أخرى اللي انت يزم تكون بطل لفريقيا تكون بطل السوبر بطل القارات معناها كارثة في النادي كارثة تتحل وشنوه وشنوه لي صار احنا في البلدان العربية الاخرين الكل معناها مش الكل كيف كيف لكن كي تؤتي انت تخد عامين وثلاث سنين وثلاث سنين ما تهزش لحاجة يقول لك يتصير على نادي خبش نلعب وحدي هما ليه بالنسبة لهم هما لأن نلعب وحدي الأهلي في كل بلاسة بريسك في مصر ثم النادي الأهلي هو فيه وفيه الكاتيجوري وفيه الاسبور وفيه اشتراكات وفيه والانخراطات يصبح وانخراطات وليجون والتكوين ومياء وعشرين مليون نسمة زادة مياء وعشرين مليون نسمة الأهلي قدش من محافظة وقدش حاجة في مصر أحسن جورات اللي في المحافظة وكل يمشيون نادي الأهلي ومن بعد يجيون عندها مفتوحة أكثر مداخير، أكثر سبونسور، أكثر كل شيء يمشي للشكول يمشي للنادي إليه استراتيجية واستقرار ومش بدات اليوم إنتي إخي الانتخابات وقت اللي تصير في البيورو يقول لك أنت برغم مثلاً مع الرئيس السابق عشرة مرات قدل انتخابت الرئاسة والتشريعية تونس تصير انتخابات وتصير منافسة واشتراكات ومش نحن لدينا برشة نوادي في تونس كانت مشكلة تسعين فيها بالنوادي يقعد رئيس النادي عربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة 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 حسن برأيك عليش على خاطر في تونس النادي في حاجة ديبندان من رئيس متاعه ألوك الأهلي المصري دي حاجة مهمية راهوا الرئيس يا حسيم الرئيس هو مجرد موظف يجرف كهو يخي يمول وليه خرج من مكتوب احنا جمعيته يمول وحده انا نشدها لأهلي المصري واليد جرفالة تحطه رئيسته وشباته ويهزه تعمل استراتيجية به يمتاع بجيب النجاحات بسرعة 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 نقولها أليست الفتيحة عود عند البعية ما عليك يا بموبدر ونحن sant عودة جدي أعم مش واحد بيقوله بيتفاق يقوله لا 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 أسيبكم الكلام ده ده بقوله الأسباب دي يقوله لا أنا شايف أن الأسباب دي ويبتدي قارن الوضع عنده في تونس فيرى أن الأهل بشعبيوته في كل المحافظات الأهل حتى إن بدأ متعثرا في المجموعات والناس تقول إيه حكايته نقوله انتظر سوف ترى ينتهي الأمر بتتويج فدائما البدايات لا تشهب أنها بالنسبة للنادي الأهلي مع أنها المفروض ده مثلا يقول لك البداية تشهب أنها ولكن هو بقول حتى عصرت أجيال أبو تريكا والجمعة وغيرها 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 ما فيش خلافات أو اختلافات بين الثقافات وبين القناعات وبين التقاليد التي تقود الجميع وبعدين قال وفي النادي الأهلي كمان ما هو عندهم عشرات الملايين من المشجعين في جميع المحافظات ولكن رئيس النادي هو يعمل بصالح النادي الأهلي وكانه يعمل عند النادي الأهلي رئيس النادي في النادي الأهلي مهما كان حجمه يرى أن الفضل للجماهير والجمعية العمومية هو لا يتحرك من منظوره أو ما يدعو موقفه يدعو موقفه بالإنجازات بالشغل بس لا يختطف النادي لصالحه وأن النادي الأهلي إذا تعرض لهذا الموقف في لحظات تجد التصحيح يأتي منين؟ من الحتتين دول من الجمعية العمومية والجمعية الوعية جدا وأصبح النادي الأهلي عمل مؤسسي إلى درجة وليد قرفالة في الآخر يحسم الجدل والحوار مواجهن حديثه حسام لازم نقولها بصراحة الآهلي لازم يكون نموذج ومرجع لكل الأندية الإفريقية